لما واحد يقول له ده أنا احتاجت لك قال له بس أنا كنت بشغول قال له ما تسيب شغرك يعني ما تسيب شغرك يعني كنت بحتاج لك اي يعني كان يحصل اي يعني لما تستأذي من شغلك وتسيبي على فاكرة ممكن يكون هو في لحظة من لحظات لو ساب شغله يتعرض لمشكلة كبيرة في حياته الشخصية لكن أنا كنت منتصور ان انت كنت تسيب كل في ايديك ده أنا صديقك لازم تسيب كل حياتك وتجيلي طب كده الانسان ممكن يحس ان الصداقة دي بقت مهلكة بالنسبة له مش بقت اضافة وكأن العلاقة اصبحت من طرف واحد لذلك العشم الزايد ده لو صح سميناه العشم الزايد من غير مرعالة الطرف الاخر بيجعل اي علاقة انسانية علاقة عوراء علاقة بتخسم مش بتضيف علاقة تتعب تتعب وتوجع مش علاقة تريح يعني علاقة فيها طرف واحد هو المستفيد طرف واحد هو اللي بيبقى اللي بيحصل له النفع والطرف التاني للأسف لازم يكون هو الطرف اللي بيقدم في ناس عشمنين ومتوقعين ان حبيبهم مش هيتغيروا عليهم ابدا مهما كانوا فيبدأوا يتهونوا في الاحسان اليهم لأنهم ضمنينهم ضمنين وجودهم زي ما بيعمل الزوج ببعض الاحيين مع زوجته بيتعامل مع اولاده نفس الطريقة دي موجودين هيروحوا فين ما موجودين فلما الطرف التاني يتغير من ديقه فاللي أهملهم مثلا وكان ضمن العلاقة بتيهم يحسوا انهم ما كانتش العشم كنت فكرك هتتحملني هتحمل ايه؟ يعني اصلا انت مش شايفني انت لكل اللي انت شايفه احتياجك انت وده مش عشم على فكرة وانو عشم ده مش في محله ما ينفعش ان انت تفضل تحمل علي وتتعامل معي على ان انا وسيلة من وسائل ساعتك او الله هو بتعامل معنا لانه ادى من ادوات ادواته ادوات الانبساط بتاعه ادوات التفريجة عن اهمه لكن هو مش بتعمل معنا انه انسان ما حدش ينفع ان هو يتعامل مع مع الطرف الاخر ويعتبره ان هو بيشرفه يعني ان هو يبقى احد اسباب ساعته ان وسيلة من وسائل ساعته على فكرة ده مش فخر هو انسان لما تجهله سبب من اسباب ساعتك لازم تحافظ على انسانيته وجزء من حفاظه على انسانيته زي ما حدث النبي قال لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخي ما يحبه لنفسي ما ينفعش ان انت تكون مطالبه ان هو يهدر مصلحته اهم حاجة مصلحتك انت انت كده ما اعتبرتوش انسان انت اعتبرته مفتاح باب بتفتح بيه عشان تدخل لراحتك وساعتك وفي حد تاني من باب العاشان برضو يفضل طالب الناس بأشياء كتيرة جدا وهو حاسس ان ده حقه عليهم مع انه مش حقه على فكرة يعني انا مرة واحد في وسط الكلام كده لقيته بيكلم الشخص ده بيقوله انت انا كنت محتاج الى بتوبه ما انت مجاب تقول ليش قاله ليه قاله لانك معاك فلوس هو معنى ان هو معاك فلوس ان هو يجيب لك اللابتوب طيب الفلوس دي هيروح يشتري بيها حاجة لبيته قال ايه ده مش هو عارف ان انا محتاج لابتوب وبيته محتاج فإن اللي حاصل ده كان معاك فلوس وما جاب ليش اللي انا عايزه وانت ليه معتبر ان هو يجيب لك اللي انت عايزه ده حقه عليه ولما حد يكلمه ويقوله هم الاصدقاء ازاي اصحاب ازاي احباب ازاي احباب اه نسيت اقولك احباب مش معنى ان هو حبيبك ان انت تستغل العشم ازاي ده وخروج العشم الى انك انت يبقى عندك توقعات اعلى من الاصول اعلى من ان ما يتعامل به الناس بالفضل وهو صحب فضل ده مش حق عليه زي الابن مثلا لما يطلب من ابوه ان يقوم بكل شيء عنه ولا يبذل اي شيء لي وده عشم مش في محله ان هو يعلموا والولد يقوله ما ده حق عليك ما يقولهش حتى كلمة حلوة ما يمتنش لابوه يقول ما كل الابات بتعمل كده زي نفس الكلام ما يعمل الزوج مع زوجته او الزوجة مع زوجها مع كل الرجالة بيعملوا كده مع كل الستات بيعملوا كده وزي لما الناس مثلا بيطلب حبيبة ان هم يفهمهم ويعرفوا مالهم من غير ما يتكلموا ولو ما عرفوش يبقوا مش قد العشم وهو عمره معمل كده معاه زي لما الصديق يبقى منتظم من صديقه يبقى معاه في كله صغيرة وكبيرة ولا يبقى ساعتها مش محل العشم إلا إذا كان هو في حاجة صغيرة ما كانش موجود فيها أصعي الصديق وقت الضيق بس الصديق مش وقت الحياة أنت ما امتلكتش حاجة صديقك بس لو كان الصديق عنده ما يمنعه أنه يكون جنبك آه لازم أنت كمان تكون صديق واثق وبتحب ومقدر ظروف صديقك وإلا يبقى أنت كمان من صديق يبقى لازم نعتبره أنه ما خزناش وكان مشغول لكن لو اعتبرته أنه خزلك أنت كمان مش تبقى أش صديق ممكن إحنا اللي بنعرب نفسنا على فكرة للخزلان إحنا اللي بناخد نفسنا ونرمي نفسنا في وحلة وفي غيامة وفي سواد الخزلان لما بيزيد عشامنا في حد فقير زينا زيه زينا زيه ظروفه زينا بالزبط فنتعشم فيه طب هو يجيب منين أوقات كتيرة يقول لي أو يتصرفه أنا ليه من غيره